من العبث أن نقول أن هناك أي مؤسسة تنفيذية الآن في السودان تفعل أي فعل مما يجب أن تفعله المؤسسات التنفيذية فالسودان الآن يعيش على أوامر مؤقتة تصدر من القصر فإذا كانت الأوامر تنظم حياة الناس وتنظم الاستثمار وتنظم فمن باب أولى أن العلاقات الخارجية أيضا تأتي من القصر هذا هو عصر غياب المؤسسات شكرا